حضر ذلك العجوز واحضر الموت معه توقف قلب جميع المرضى وماتوا ممرضة واحدة فقط شاهدة على ما حدث وتعرف سره قصتنا اليوم عن إحدى الممرضات من ولاية ماساشوستس تدعى كريستين والتي كانت تعمل في إحدى المراكز الطبية التابعة للولاية بدأت القصة عندما حضر ذلك العجوز الغريب كان يسير بخطوات بطيئة عندما اقترب منها وكانت الدماء تغطي يده اليسرى عندما سألته كريستين عن سبب الإصابة لم يجب وظل ينظر إليها ورغم أن جراحه كانت بالغة إلا أن الألم لم يظهر على وجهه وكعادتها في الحالات الطارئة أسرعت في تقديم الإسعافات اللازمة له وعندما انتهت من تضميد جراحه غادر دون أن يتحدث بكلمة واحدة مضت الأيام وقد نسيت أمره بعد أسبوعين تكرر ذلك المشهد مرة أخرى جاء العجوز نفسه مصاباً بيده اليسرى ولكن هذه المرة بعدما غادر انتبهت أن سوارها قد اختفى فأدركت أن العجوز كان وراء اختفائه عندما قامت كريستين بمراجعة كاميرات المراقبة لتتمكن من رؤية سرقة السوار كانت الصدمة بالغة بالنسبة لها لأنها لم ترى العجوز أبداً وطوال الوقت كانت تقف لوحدها لكن ما حدث بعد ذلك كان مرعباً ازداد عدد الوفيات بشكل ملحوظ في المركز ذاته تم تشخيص حالة الوفاة بتوقف القلب المفاجئ واللافت في الأمر أن الوفاة كانت تتم أثناء مناوبة الممرضة كريستين الليلية لذلك كانت تركض محاولة إنعاشهم ولكن دون جدوى في فترة التسعينيات من القرن الماضي عاشت مستشفى فيترانز في نورث هامتون ماسات شوستس أحداثاً مرعبة قادت الأطباء والمرضى في دوامة من الصدمة والرعب لكن ما تم اكتشافه فيما بعد كان صادماً حقاً تبين بعد التشريح أن سبب الوفيات كانت من مادة مخدرة تعمل على توقف نبضات القلب على الفور وكأنها وفاة طبيعية وتبين أيضاً أن الممرضة كريستين هي ذاتها من قامت بقتلهم ازدادت شكوك رئيستها في العمل عقب اكتشافها نقص المواد المخدرة بعمبر أخبرت مدير المستشفى والشرطة وبالفعل تم إيجاد العديد من الدلائل على قتلها لمرضاها استطاعت كريستين خلال فترة عملها قتل ثلاثين شخصاً من مرضاها في المستشفى وذلك بإعطائهم حقنة من مادة مخدرة تتسبب في توقف نبضات القلب على الفور وكأنها وفاة طبيعية وبعد إعطائهم المخدر كانت تعمد إلى إنعاشهم بشكل سريع كي لا يفتضح أمرها اعترفت كريستين للشرطة بكل جرائمها بعدما اتهمها المركز الطبي بقتل أكثر من مئة شخص خلال فترة عملها ليحكم عليها أربع مرات بالسجن مدى الحياة دون إمكانية إطلاق السراح هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم نراكم في قصة جديدة إن شاء الله